دشن وكيل أول محافظة المهرى مختار بن عويض الجعفري دورة تدريبية في كتابة مقترحات المشاريع لمنظمات المجتمع المدني بهدف بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في المحافظة في مجال كيفية كتابة مقترحات المشاريع التنموية وكيفية الحصول على الممولين للمشاريع وخلال التدشين أشار الوكيل الجعفري إلى أن السلطة المحلية تدعم الدورات التي تسعى إلى تعزيز وبناء قدرات العاملين بمنظمات المجتمع المدني بالمحافظة لافتا إلى أن ما يخص بناء القدرات والتنمية البشرية يمثل أولوية للسلطة المحلية من جانبه أشار نائب مدير عامي مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرى سالم سويلم أن مكتب الشؤون الاجتماعية يعمل على تعزيز الشراكة مع مختلف منظمات المجتمع المدني لتأهيل قيادات المجتمع متمنيا من المشاركين الاستفادة القصوى من الدورة للخروج بمشاريع تعزز نشاط مؤسساتهم موسيقى